الفوضات ننتظر ايه اللي هيحصل في الايام القادمة لكن حتى الان مازين بيرافض رحيل اللعب للنادي الاهلي طيب بطولة السوبر المصري اللي هتقام في دولة الامارات بامر الله واللي هتكون من اربع فرق ان شاء الله ما بين اربع فرق طبعا الاهلي والزمالك وبيراميدز وطبعا سيراميكا دول الاربع فرق اللي هيكونوا موجودين ان شاء الله في هذه البطولة تقام في اكتوبر القادم في نص اكتوبر القادم بامر الله نادي الاهلي عنده شروط عشان يكون موجود في المباراة دي رقم واحد المقابل المادي والمكافأة الخاصة ببطولة السوبر لازم تزيد يعني ده اللي بيقترح بنادي الاهلي رقم اتنين كان فيه طلب من نادي الاهلي اصلا في كل التفاصيل خاصة بمباراة بيراميدز ان لازم تقع عقوبة على نادي بيراميدز بناء على التصرفات اللي حصلت في مباراة ما بين كانت فيه طلب طبعا من النادي الاهلي في موقف حصى من المسؤولين في نادي بيرامدس في جهاز الفني وخاص بجماهير ان كان لازم يبقى فيه عقوبة من الاتحاد المصري على نادي بيرامدس وده ما حصلش فالنادي الاهلي برضو بيطالب بنفس الشيء في التوقيت الحالي مقبل مباراة السوبر دول طلبين موجودين بالنسبة ليه النادي الاهلي عشان المشاركة في مباراة السوبر اللي هكون موجود ان شاء الله في دولة الامارات بامر اللي في منتصف اكتوبر القاتل طيب يعني دي الاخبار الخاصة بينا النهاردة كان بالنسبة بقى لانجومنا المشاركين في الدولات الاوروبية ومحترفين الموجودين النهاردة للأسف ليفربول بيخسر من نوتينجام فورست على ارضه في انفلد 1-0 حقيقة كانت مفاجأة كبيرة ومش بالسهل حقيقة ليفربول يتغرب على ارضه ولكن ده حصل النهاردة من نوتينجام فورست حقيقة عملوا مارش كبير قدام ليفربول وطبعا انصلاح موجود وبيشارك في المباراة لكن هم خسروا 1-0 كان المباراة طبعا كانت صعبة على الفرقتين لكن قدر النهاردة نوتينجام فورست ان هو يحرز هدف الفوز وهي فوز على ليفربول النهاردة مرموش برضو بيخود فرانكفورت للفوز على فولفسبورغ في الدوري الألماني وايضا نجمينا محمد عبد المنعم بيشارك مع نيسو لكن انا خسر امام مرسيليا النهاردة في مباراته ولكن طبعا نتمنى ان المباراة القادمة بالنسبة لمحمد عبد المنعم تكون فيها مكسب احد اللاعبين ان شاء الله بقوة الحقيقة هيكون موجود في الدولات الاوروبية وانا توقع فقط بس المشاركة باستمرار هينتقل الى نادي اقوى بامر الله ونادي اكبر في الدولات الكبيرة الكبرى هي الخمس دولات الكبرى موجودين اعتقد كان عبد المنعم في واحد منهم